الزيارة الهادفة إلى التعرف عن قرب على سير عملية التعليم ما قبل المدرسي بالعاصمة نواكشوت أدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة زيارة للقسم التحضيري في كل من المدرسة رقم 2 بالإكسر ومدرسة سيد أحمد أحمد عيدة بنفس المقاطعة بولاية نواكشوت الغربية قبل أن تزور القسم التحضيري بمدرسة بن سيناء في مقاطعة تفرغ زينة وروضة أطفال التمييز العمومية بمقاطعة السبخة وفي كل المحطات تلقت الوزيرة شروحاً وافية عن الطاقة الاستيعابية ومدى توفر التجهيزات وكذا النواقص المسجلة قبل أن تختتم هذه الزيارات بنقطة صحفية جئت اليوم الزيارة في سلسلة الزيارات التي قمت بها في ولايات المقشوت ورفقة السلطات الإدارية والمحلية في النواكشوت الغربية للطلاع على السير العملية التربوية في رياض الأطفال العمومية والأقسام التحضيرية لاحظت في زيارتي لولاية النواكشوت الغربية لعدة نواقص ونعمل إن شاء الله على التخفيف منهم ونؤكد عن الوزارة جاهزة بالاطقم وجاهزة بالإمكانيات من أجل ولوج مئة ألف طفل من التعليم مع قبل المدرسي خاصة من الطبقات الهشة زيارات ميدانية مكنت من معرفة التقدم الحاصل في سير وتنفيذ منظومة التعليم مع قبل المدرسي على مستوى ولايات واكشوت الثلاث